كيف أن نادي بيرامدز السنائي دي أفضل مع إيهاب جلال؟ هو بيرامدز مر بمرحلة يعني هم أفضل وانطلقى لي هذا الموسم هو مر بمرحلة يعني مع بعض المدربين كانت مرحلة يعني غريبة جدا هو عنده عناصر مو ميزة جدا كتيم بيبقى فيه مشاكل في بعض الأمور سواء الدفاعية حراسة المرمى بعض الأوقات بعض الحلول الهجومية أنت لو بصيت لكيم بيرامدز كقايمة كده وبصتلها هتلاقي عندهم عناصر فعلا تقدر تنفس على الدوري ولكن العمل الجماعي داخل بيرامدز اتحسن بشكل كبير مع كابتن إيهاب جلال ولكن برضو حتة المنافسة على البطولة لسه عايزه روح شوية وشغل أكتر وتركيز أكبر لأن بيحصل بيجي لهم فترة كده بيبقى فيه دروب غريب جدا رغم أنه عنده عناصر بره وجوه تقدر تسنع الفرق بس هم دعموا برضو السنة دي بصفقات كويسة جدا وكل سنة بصراحة بيدعموا بصفقات كويسة الكارتي كمان جايب بطموح مشروع جديد وليك كان عنده عرضين عرض من الزمالك وعرض من بيرامدز وليك كان من العيبة اللي نفسها تلعب زمالك الكارتي كان طموحه أنه يجي مصر بمشروع جديد بفكر جديد يلعب في زمالك كمان بجمهور زمالك كان شايف أنه يقدر يكسر الدنيا لما وكيله تكلم على اللجنة اللي كانت موجودة كان وقتها القيد موقوف الزمالك فهنا اتجه لبرامدز العرض الثاني اللي كان عنده قدر فعلا هو كان عنده تحدي وريد من العيبة اللي كان عندها يعني زبزب في مستوى في السنين الأخيرة مع الوداد فهو كان جايب تحدي كبير جدا إن هو يقدم مستوى المعروف عنه خلي بالك كارتي مثلا من أربع سنين تقريبا كان في الطوب ليفي البتاع وبدأ مستوى الزبزب في السنين الأخيرة الموسم اللي فات كان مستوى إلى حد ما جيد ولكن هو العيبة عنده إمكانيات كبيرة وفعلا فرق مع نادي بيرامدز ولكن أنا بقولك المنظومة ككل في بيرامدز ساعات بيحصل كده ضرب مش مفهوم ليهم سواء في حراسة المرمى في الدفاع في العمل الجامعي للفريق فده كابتن إيهاب طبعا كان قاعد بتفرج السنين فات سواء هو كان مدرب لفرق أخرى أو موجود متابع للدور المصري بشكل جاي فكان عارف المشاكل اللي موجودة في الفرقة فلما اشتغل عليها بدأت الأمور السنينة دي أفضل يعني